قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة قداسة البابا توضر ستاني بابا الإسكندرية باطريارك الكرازة المرقصية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وقد أعرب وزير الداخلية عن أصدق تهنيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدا على أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة كما أشاد الوزير بالدور الوطني المشرف للكنيسة المصرية والذي ظل على مدار العصول مثالا يحتذى به في إعلاء قيم التسامح والإقاء بين كافة أبناء الوطن الواحد وأنها كانت دائما في مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطنية من جانبه أشاد البابا توضر ستاني بالجهود والتطحيات التي يبذلها رجال الشرطة في مواجهة التحديات مؤكدا على تكاتف ومسندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهمها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن